الهروب إلى الأمام هو توصف الأدق لتحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث الذي أفادت أنباء بأنه يسعى إلى عقد جولة جديدة من المشاورات في العاصمة الألمانية برلين أواخر مارس المقبل وذلك لبحث الإطار السياسي والأمني لإنهاء الحرب في البلاد مقترح السيناف المشاورات طرحه غريفث على الحكومة الشرعية والمتمردين الحوتيين في الجولة التي قادته مؤخرا إلى كل من صنعاء والرياض في وقت أفادت فيه المصادر بأن اقتراح برلين مكاناً لاستضافة المشاورات جاء بإعاز ورغبة ألمانيين لاستضافة الجولة الجديدة من مشاورات السلام اليمنية وفقاً للتناغم الحاصل بين المبعوث الأممي والجانب الألماني الذي لا يخفي تعاطفه مع جماعة الحوتيين ويبدل جهوداً كبيرة عبر جهازه الدبلوماسي والمنظمات الألمانية المساندة وفقاً لهذه المصادر ورداً على تحركات كهذه صرح وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي المفاوض خالد اليماني بأن الحكومة لن تشارك في أي جولة مشاورات إلا بعد استكمال تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السكهولم وذلك في رد على ما يبدو على الضغوط الدولية الرامية إلى جر الحكومة إلى طاولة مشاورات من جديد بناء على إنجازات لم تتحقق في تفاهمات السكهولم يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة مأزقاً صعباً في تنفيذ اتفاق التهديئة ووقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة وهو المكون الأهم في تفاهم السكهولم فالأنباء الواردة من الحديدة تفيد بأن رئيس فريق المراقبين الأمميين مايكل لوليسغارد يواصل مشاوراته بين ممثلي الحكومة والمتمردين الحوتيين للوصول إلى صيغة مشتركة تنهي الخلافة بشأن تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار يأتي ذلك بعد تحفظات عبر عنها وفد الحكومة مبنية على ملاحظات جوهرية بشأن الهوية الواضحة المفترضة للقوات الأمنية وللأجهزة الإدارية المعنية بتسلم موانئ الحديدة الثلاث وضرورة إزالة الألغام التي زرعها الحوثيون وفي الأثناء واصلت ميليشيا الحوثي استهداف المنشآت المدنية في الحديدة بالتزامن مع اندلاع معارك متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين فقد اندلع حريق هائل في مصنع إخوان ثابت الواقعي إلى الجنوب الشرقي من مدينة الحديدة إثر قصف مدفعي للميليشيا على المصنع استهدف مخزنا للوقود تابعا للمجمع الصناعي الأكبر في الحديدة وسط تساؤلات من المراقبين عند وافع قصف كهذا اشتركوا في القناة